موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الغد الأردنية التي عنونت التعلق الزائد بالعمل يعرض صحة الموظف للخطر وجدت البحوث الجديدة أن الأشخاص الذين يحبون وظائفهم كثيرا معرضون لخطر تفوق زملائهم الأقل كفاءة عليهم ويعود ذلك إلى كونهم يعملون بجد ولساعات طويلة بحيث يكون لديهم القليل من الوقت للاسترخاء ووجد الباحثون أن المهن التي تتطلب العمل لساعات أطول تؤدي إلى قلة جودة النوم والقدرة على التركيز صحيفة الرأي الكويتية عنوانات إيطاليا تسجل حالات تفشن لفيروس إنفلونزا طيور وتعدم مئات الآلاف قال مسؤولون أن إيطاليا سجلت خمسة حالات تفشن لفيروس إنفلونزا طيور H5N8 شديد العدوى في مزارع بوسط وشمال البلاد منذ بداية أكتوبر الجاري وأنه سيجري إعدام قرابة 880 ألفا من الدواج وتفشي الأكبر للفيروس الذي أدى إلى نفوق أو إعدام ملايين الطيور في غرب أوروبا في الشتاء الماضي صحيفة النهار اللبنانية عنوانات فيات كرايسلر تستدعي 470 ألف سيارة لوجود عيبا في وسادة الرأس لفتت فيات كرايسلر إلى أنها ستستدعي 470 ألف سيارة من أنحاء العالم من أجل استبدال مكونا قد يعطل عمل وسادة الرأس الفعالة في السيارات في حالة وقوع حادث وقالت الشركة الأمريكية الإيطالية إنها ليست على دراية بوقوع أي إصابات أو حوادث تتعلق بالاستدعاء إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت طبيب النفسي جلسات الكهرباء مفيدة في حالة التفكير بالانتحار يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بمرض الاكتئاب نتيجة لأسباب عديدة تجعله ينعزل عن العالم حتى يصل للتفكير في الانتحار يتحدث الدكتور بينا جورج أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان أن هناك أسباب عديدة في إقدام الشخص على الانتحار وهي أن يكون الشخص المكتئب يعاني من اضطراب في الشخصية يتطلب إداعه بالمستشفى والخضوع لجلسات كهرباء التي تعطي نتائج إيجابية سريعة وأخيرا مع صحيفة الوطن التي عنوانت التشابه يعرقل نظام التعرف على الوجوه بالصين تعمل بكين على تطبيق نظام حديث للتعرف على الوجوه في العموم وذكرت صحيفة ساوث تاينا مورنين بوست أن وزارة الأمن العام الصينية أطلقت المشروع عام 2015 ويقارن النظام الجديد بين الصور التي يتم التقاطها عبر الكاميرات مع الصور الشخصية على الهويات وتوفير خدمة التعرف على الوجوه بشكل عالي الدقة إلى أن وجود عدد كبير من المواطنين المتشابهين في بلد يتجاوز عدد سكانه مليارا وثلاثمائة مليون نسمة يصعب مهمة المشروع